ليش ما بدك تقلي لو أين رحت؟ قلتلك في عندي شغل شغل سري ما بدك تقول شو هو؟ بعدين إذا سري ليش لا تعرف الصيدة الأعنية فيه؟ مين هالرقم؟ أبظن لازم تردي ألو؟ أنا دويجو أخدت رقمك من هو دافيردي كنت بدي أسألك الشيخ علي وصل لعندك؟ أه وصل فيك تعطيت تليفون شوي؟ ما بقدر مشغول ما فهمت بشو مشغول؟ بالنوم؟ بهالوقت؟ شو مع بيصير؟ يلا باي مين اتصل؟ هي السيدة العنية دويجو ليش إلتي لنايم؟ قلت لحالي ما بدك حدا يزعجك إذا بدك تحكي معه خد التليفون سعر Peng بابا أنا قليلا برشح جبت باندورة وفليفلة من الجنينة أنا رايح على المطبخ لحضرهم لا ما بيصير بابا طوفرول أعود هون أنا بحضرهم شكراً بنتي يعطيك العافية ابني انت وين رحت اليوم هدول البسخين أخدوا هدافيرتي بابا وأنا رحت أنقزوا منهم وليش ما خبرت سيف دا البنت كانت قلقانة طيب كيف بدي خبرها بابا أساساً هي حاسب الزنبو معتبرها حالة سبب اللي صار وهلأ إذا سمعت أنه دا فيردين خطف كمان حتلوم حالة أكتر معناتها أنت عم تفكر بالبنت متل ما هي عم تفكر فيك كمان وشو دخل هالشي بابا أنا ما حكيت هيك أهى دويغو السلام خير شوفي تأكدت أنه ما حدا شافك وأنت جاية لهون يعني مش هان سمعتك أنا ما بهمني اللي بيفكروا في الناس أبداً توجه قال سألت عني اليوم تفضلي فوتي تفضلي فوتي عدي جوة رح ساوي قهوة لا تتعب حالك ما رح طوي لا معقولي لا تفضلي تفضلي يسلموا إيديك صحة وهنا إيه هي سافدة رفيقتك شو بدها من علي سافدة سافدة ما إلا شغل أبداً مع علي سافدة أحلامها أكبر من هيك كيف أحلامها أكبر يعني هي مشغولة اختاروها وفتعت أعلان وحتصير مشهورة وعلي ما رح يكون إلو شغل معا بس أنا قصدي إنه لازم تبعد عنه لأنه وقعته بمشكلة أه شو صاوبت سافدة لعلي؟ جابت له مصيبة علي تصاوب بسبب هي علي إنسان منيح وبتعرفي إنه هو ما بيرت حدا طلب مساعدته وإنن مع بعض هلأ؟ أي طبعاً مع بعض هي ما عم بتبعد عنه وهو ما عم يقدر يحكي طول الوقت عم تستغله طيب هنن وين؟ دويجو عيلة سافدة الألانين عليها كتير ما بتتخيلي وضعهم كيف صاير إذا شفتيهم رح تزعلي عليهم وأنا لهالسبب إيجيت على السيدلية اليوم أبوه معه مرض القلب وبخافة تصير معه جلطة لا سمح الله يعني فيني خبرك وينها بس وعاديني ما بتخبري حدا إلا عائلتها المير رحقول ما بيهمني حدا غيرهم أنا بدي أعرف بسمي شانهم وينهم نضيجو طيب أنا حقلك بس لا ترتاح عائلتها إيه طبعا هادي اللي بهمني يا ريت تشوفيهم قديش قلقانين عليها بدي يخبرهم ليرتاحوا بتقليلهم يغدوها من هداك المكان طبعا طبعا بس قليلي شو العنوان أنا بوصق فيكي توجي ما تاكلهم وين هلأ حي المعمار سينان تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر